وهذا هو اللي يعرف لي او اللي ليش اهنا ادي هنا infinite number لانه ادي infinite number of solutions كل واحد يقدر يحل بطمن مدى معين من الاليمنت وهذا هو اللي ينطيني الفلكسبولتي العالية بالinfinite numbers of degrees of freedom اجت العفو تسميتها من انه الماس the mass and elasticity stiffness اللي هو كي are continuously distributed through the throughout the structure هذا structure او system اوكي وشوف هنا اوكي موجودة كتلة قيمة ام لكن شوفوا هنا هنا موجودة وعدي مكان ما امطيني كي امطيني المodulus of elasticity يعني ندخل كأنه متغير على كل حال هو elasticity هو اسمه modulus of elasticity معناته اكو مورونا وبالتالي اكو امم امم اكو امم اوكي زين نرجع على الموضوع الوراء هسه اذا صارت هذه الموضوع معلومة انه هتنا نقدر نمشي بالموضوع وبعدين oscillatory motion شون نعرف الحركة الترددية معناته هو الحركة اي نقطة حول مركز معين حول reference يعني خطوها بالديناميك الحركة الترددية جسم يتحرك حول نقطة معينة انه يتردد عليها مرة باتجاه اليمين مرة باتجاه اليسار مرة أب مرة داول مرة امم يعني امم من هذا الاتجاهات في شوكت ما عندي ايش حركة انسميه oscillatory motion بها انوار رح اخلي هذا الدراسة هذا الموضوع لانه كلش بسيط ال principles ما تلساني سوداء والذي خدناها بالثاني وكلها موجودة مثلا اذا عندي انا موجة تتحرك ب تقطع زمن لازم لي لكمال دورة واحدة مثلا هاي هاي الموجة فادي هاي دورة ادي هاي نقطة بدأت من هاي النقطة بغدت تتحرك لحد ما وصلت لهاي النقطة طرعان الزمن اللازم ليكمال دورة واحدة هاذا اللي هو نسمي نسميه tau period اوكي هسا هذا واحد على التالي نطيني الفريكوانسي مال هاي الموجة فاذا سألتكم على الفريكوانسي مات الموجة تقولولي هي واحد على التاو فانا ادي اطيكم موجة اطيكم تحسبون الزمن اللازم ليكمال دورة واحدة فتحسبوها بالثواني تاو تقسموها على تاخدو تقسموها الواحد بالعكس يعني تاخدو نسبتها على نسبتها للواحد وبالتالي تاخدو المخلوف راح تقولولي نور فريكوانسي هو واحد على التاو بهالبساطة هاي طبعا اول ارتفاع لهاي النقطة من الواي ساول الصفر هاذا الواي ساول الصفر راح تقول لي نسمو لي واي اللي هو هاذا عبارة عن الموجة شكل الموجة طالما بعدي منها لو براجع ينزل فتعرفوها بالتأكيد تعرفوها هو شكلها ساين السوداء على شكل كوساين اوميغا تي اوكي هاي الاوميغا اللي هي الاسل الحشيانة عليها اوكي زين مشتقت تنطيني هاي الدالة مشتقتها يعني مشتقتها هاي لانه هاي وودات مشتقتها الثاني التعجيل هو هاذا وهكذا يعني نحتاجها اه من حل الديناميك رسبونس مو كلوش نحتاجها حاليا هاي الاوميغا ورا ما حسبت الاوميغا اللي هي موجودة هاي 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 هي الاوميغا راح تسلوها عليها قلتكم هاي الاوميغا بيت اثنين باي اف وهذا هو الاف اوكي عن اثنين باي على التاو المعلومات هاي احا ترككم وراجعت عليكم المنظر المعلومات كلها سهلة مثل ما قلت لكم هاي هو هاي هي هاي هي هاي هي هاي هي هاي هي هاي الموضوع اللي بعده هاي اشلو نسوي دي سيكريت ماس او دي سيكريت ستيفنس او دامبر ما راضي ادي في بعض ال احتاجها دائما احتاج فكس سببورت اللي هو هذا مثل ما قلت لكم مثلا ناخذنا فت سيستم كتلة قيمة ام سيبرين قيمة كي ايش راح نتعامل ويا الموضوع وعدي هذا هو سبورت هذا اوكي فهذا ما نعتبر نظام القابليه على الاحتزاز لانه الشرطين المتوفرات هو شرط الكتلة وشرط السيبرينج واضح؟ ازيان بعدين راح ناخذ يعني فد موضوع الاعلاقة ب دي سيكريت او النمبر وهان ايضا كلها مهمة هنا راح تقدرون تستخدم مثلا اه تعرف تاخذوا الملاحظات او تقرون هذا الموضوع باعتبار اه وتقولون هذا السيستم مثلا اه عبارة عن سيستم س دي او اث مختصر للديجريز او فيدم دي او اث هو ديجري او هاي درجة الحرية هاي درجة الحرية مثلا هذا السيستم طعا بدينا ندخل بالموضوع يعني انا عدي موضوع اه اشوف الشروط الاساسية لهذا السيستم هي موجودة شرط الاول هو شرط الكي اللي هو سيبرينج دامبر وجوده او عدم وجوده مال علاقة باللاد او غير قبل لان البقي عليه غير لكن هسا وتكون السيستم اللي قابل للعبريشن لازم عندي اسبด سيبرينج وعدي كتلة هذا عدي او كتلة لهذا تمام هايه هذا السيبينج بهبريشن هذا السيبينج هايه هايه معناة هذا السيستم ما عدي مشكلة بايضا ممكن يصير باهتزاز لكن السؤال الثاني إذا عرفنا أنه سيهم بي أثير خدمت خدمت شكرا ذلك كلمت الشيئ ما شكرا 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 الترجمة ترجمة الترجمة ترجمة الترجمة ما كمشتيري الموطة أعطي أعطي الشرط الأساسية شرطين أولا بماس ثانيا الهلاستيك بابا هذا الشيء تأني تأني الهلاستيك أني أرجي وهذا ينطيني potential أني أرجي هزين فهذا الشروط الأساسية هزا إذن وراء ما عرفنا الشروط البابريشن نعتبره هذا البي راح يصير شنوه شلوه نحسب نقصد قصد دغريش حسنًا شو نعرف السيسم هو عدد الدجريز الحدافيات؟ طبعاً الدجريز موضوع التعريفة موضوع التعريفة حسنًا شو نعرف السيسم هو عدد الدجريز بمعنى أسهل